بسم الله الرحمن الرحيم سأقوم في هذا المقطع بشرح ما الفرق بين الدالتي Set Value و Get Value لأداة الإدخال Checkbox في ال NSB بداية أقوم بإدراج Checkbox وأغير الخيارات التي فيها أدرج زر Button ثم بزر الماوس الأيمن اذهب إلى الحدث On Click Button 1 والآن قد دخلت إلى المكان المخصص لكتابة الأكواد البرمجية بداية سأستخدم دالة Set Value وهي التي تجبر البرنامج على اختيار قيمة معينة من القائمة فإذا أردت من البرنامج أن يختار دائما مثلا الخيار الأول سأقوم بكتابة اسم الأداة Checkbox.set نختار هذا الخيار نحفف حرف ال N ونكتب 1 True نقوم بنسخ هذا السطر ولسقه في الأسفل مع تغيير رقم العنصر إلى اثنين ثم نكتب هنا مثلا False والآن نشغل البرنامج فنلاحظ عند الضغط على Button فإنه يختار الخيار الأول ولا يغيره حتى إن اخترنا الاثنين معا نضغط على Button مرة أخرى فيختار الأول فقط أما دالة Get Value فيمكن كتابتها على النحو التالي سأظهر Message Box Get Value فأنا هنا أريد معرفة قيمة الخيار الأول ودائما Checkbox قيمتها إما True أو False نجرب الآن عند الضغط على Button نجد أن قيمة الخيار الأول False طبعا أنا حددت الخيار الأول فقط إذن عند اختيار الخيار الأول ثم الضغط على Button نجد أن القيمة قد عادت لي ب True أما عند عدم اختيارها والضغط على Button فإن القيمة تعود لي ب False يمكن الاستفادة من دالة Get Value باستخدامها مع الشرط فإذا غيرنا وقلنا أن If Checkbox1.Value أي أن إذا كان الخيار الأول هو True بمعنى اختاره المستخدم Then Message Box ثم نكتب عبارة ننسخها الآن ثم نلصقها بالأسفل مع تغيير رقم العنصر إلى 2 طبعا هناك صعوبة قليلا في الكتابة باللغة العربية لأن الكلمات تنقلب بين اليمين واليسار نشغل البرنامج الآن فإذا اخترنا الخيار الأول ونشغل أما إذا اخترنا الخيار الثاني ونشغل لو غيرنا قليلا على واجهة البرنامج فأدخلنا أداة Label مثلا وكتبنا فيها رقم 6 وأداة Label ثانية كتبنا فيها الرقم 2 وقمنا بتغيير خيارات checkbox إلى الزائد والناقص وأضفنا textbox1 فإن البرمجة ستكون على النحو التالي يمكن استخدام أداة بمعنى إذا المستخدم اختار الخيار الأول وهو عملية الجمع then textbox1.value وهي خاصية هذه الأداة ستساوي 6 زائد 2 نقوم بنسخ هذا السطر البرمجي ونلصقه في الأسفل مع تغيير رقم العنصر إلى 2 أي أنه سيختار عملية الطرح نقوم الآن بتشغيل البرنامج إذا اختار المستخدم الخيار الأول ثم حسب فإنه سيجمع العددين أما إذا اختار الخيار الثاني ثم حسب فإنه سيطرح العددين أتمنى من الله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته